مرحبا بكم معنا في دبارتنا لليومة اليوم مبعثنا بشربة مفورة بالجيج خطيوة خطيوة جينا بنينا تعشق تعمل ستة وستين كيف لم لزقة لم عجنة لحتى شيء اللي حاجته بالبنة وبالوصفة يقعد معايا للاخر ما تنسيوش تشتركوا في القناة وبرجها كتشجيع ويلا نبدأ اول حاجة ناخذ كمية حمص اللي حاجتنا باعة وناخذ كسارونة نحط كل حمص اللي هنا عندي حمص منفخ في الكونجيلاتور خرجته سربت عليها ككمية باية من الماء ونحطه يغلي وحده قبل كل شيء قبل ما نحطه مع الخليط متاعي قبل كل شيء خليه ينحيك الكشكوش متاعه ويترى بالجداء بالجداء تولي هنا حاجتي بكعبة بطاطا بصل بزوزقر وفلفل نقشرهم ونمد كبت البطاطا متاعي نقسمها على أربعة اللي هنا طريقة التقطيع كل واحد وشنو يحب وتنجم حتى متحطوش بطاطا وتنجم وتحطو سفن ناريا سفن ناريا وبطاطا كما تحبو الخضرة اللي عندكم تنجم وتحطوها اللي هنا ناخذو البصل اللي بتاعنا ونقصوه جويه زيدة كيف كيف الجود اللي انتو محاشتكن بيه اللي هنا ينقص البصل اللي بتاعي بالطريقة المعتادة اللي اني نقص به البصل كرويت هكا صغيرات صغيرات اللي هنا يرانا ما نحطوش الثوم ما نعرش ثم ما ينجم شكون يحط الثوم والحاجة اما الطريقة اللي نعرفها راهي مغير الثوم بالبصل وناخذو اللي هنا جرينة الفلفل اللي هنا الفلفل عندي كان هذو ما تاخذو انتو ما لقرون الفلفل العاديين متاعنا نرمان نشوقوهم هكا في الوسط وباش نحطوهم هكا تشايشة بملح نملحوهم تنجمو حتى ما تملحوهم مش وهذو ما الفلفلات متاعنا باش نحطو اول حاجة نبديو بهم هما ولي هنا كما تشوفوا المكونات اللي حاجتي بهم الكلهم حضروا تاولنا ناخو الشربة متاعي الهنا الشربة لسان عصفور تاخذو الهنا الكمية كل واحد قديش يحب فيما يخصني باش نحط كيسان وهذاك الكيس الثاني وتوا هذو ما باش نحطو عليهم كمية هكا بها من الزيت ما نحطوش الزيت دفعة واحدة كمية كبيرة نحطو هكا شوية نخلطو بلا كده بلا كده ونثبتو كنق الزيت نزيدو مكانش منزيدوش المهم تكون كل كعبة هكا ملفوفة بالزيت ولي هنا نمدو تنجرة والكيس كيس نحطو تنجرة نحطو فيها كمية من الزيت نحطو الجرينة الفلفل نقليهم هكا يسيبو البنة متاحهم ويولي هكا يتبدل مطعم الزيت يولي بنا على بنا ونحيو الجرينة تمتاعنا وتول هنا بش نزربو هكا شوية في الخطوة تمتاعنا نمدو البصل نشوحوه هو نقليوه هكا شوية مش برشة ديركتمو نخلطو وعليه التماطم متاعنا المعجونة وزيت كيف كيف حتى هي نعملو هكا تقلية صغيرة وبعد نخلطو عليهم هكا ادجاج متاعنا زيت كيف كيف يعملو تقلية صغيرة ولهنك يتقلية الجيج راهو يسيب حتى هو البنة متاعه وتواجه وقت لفحات حتيت فحات الجيج حتيت بابريكا حتيت سوز ملعة كاكا بهين من البابريكا حتيت معهم شوية فلفل أكحل مديت أوريق الغار حتيتهم حتى هما بش يعطيه وزيدة الريحة كلفاوحة والبنة متاحهم حتيت شوية فلفل أحمر وحتيت الملح الكمية المعطيدة نحطها وتوى خلطهم بالكديب بالكديب مع بعضهم ولهنية زيت عليهم الحمص بعد ما ولرهو نفص اتياب نخليه يكمل يطيب معهم بش حتى هو ياخو البنة الكليكة ولهنية بتبهت الحال نمرق بالكديب بالكديب ونغطيهم ونخليهم يطيبوا في راحة راحتهم الهنية أول ما يعملوا غلوة باية نمد الشربة المتاعي اللي ديجا عملت الهزيت وأمورها واضحة نحطها على الكس كيس ونخليها تعمل التفويرة متاحها اللولينية ولهنية بعد ما تعدى بين درجين لربع ساعة عملت الشربة متاعي هكا تفويرة صغيرة مش برشا وقت المهم نحطها في السحيفة وبعد نمد المرقم تاعي هذاك اللي قاعد يتيب ملوتا نسقيها به هكا نعبي باللوش ونسقيها ونخلطها باش نتأكد اللي المرق هكا تخلي في الكعبات الكليكة وبعد نعاود نحطها فوق الكس كيس ونعاود نخليها تعمل تفويرة الثانية أعمل مرة هذي راني باش نخليها أكثر وقت حتى اللي نتشربك المرقم الكليكة هذاك ونشوف كين تستحق تفويرة أخرى وإلا ما تستحقش ولهنية قبل ما نحطها تتفور التفويرة الثانية ما ننساش كعبت الباطاطا متاعي والحقيقة اللي هنية استحقت مني تفويرة الثالثة مجزوز كهوزت واحدة أخرى غير ما صورت هي شو كهو باش منطولش عليكم الفيديو وكيما تشوفوا اللي هنية ما شاء الله جيتني كعيبة هكا كعيبة لمنعجنة لبلسقة لحد شي حتيت هكا في الصحفة متاعي وحتيت فوق هكا الخضرة وتجاي جيت ونوتكم ولنشاهيكم وإن شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها وتكتبوا لي رايكم فيه صندوق الوصف من لوتا وما تنسيو شاك التشجيع وكهو وان شاء الله في وصفة أخرى ودبرة أخرى وانتم بتكونوا بألف صحة أخير وعافية وبي باي